تا يمكن قبل الولمبيات بسوء عفوا بعد الولمبيات قلت احنا ما خدناش الدعم الكامل من الاتحاد وكان رد رئيس الاتحاد لا احنا قال احنا قدمنا الدعم لللعيبة سين هو قال كده حتى كان فيه مدخلة حتى معايا بعد الفيديو بتاع مصطفى الجمل انا خرج وقال احنا ما خدش دعم وانا وانا كان دخل معايا الدكتور سيف وقال لا احنا قدمنا دعم واللعيبة دي احنا جاهزناها وقالها لفظا كده يعني مايربيش بالا علينا حتى انا اعترضت جدا على اللفظ ده ان احنا تقريبا لعيبة فاشلة او حاجة زي كده تقريبا يعني معنى الكلام يعني انا اقول لحيك على حاجة ما حدش يقدر اقول ان احنا مااخدناش دعم بس ايه الدعم الدعم ان انت حال الدعم بيجي متأخر مثلا ما اقول لحيك دعم بيروح غلط ما اقول لحيك انا النهاردة مثلا عندي اولمبيات واحنا بدأنا نصرف يعني طبعا اول سنة بعد توكيو احنا مااخدناش الجنيه تمام بعد كده بدأنا نصرف اللي هو ومثلا انا طلعت معسكرين او ثلاث معسكرات في الثلاث سنين تمام المعسكر حوالا حوالا تقريبا ثلاثة اسابيع تمام بتقبض بتقبض مرتب بتقبض شهر بتتأخر شهرين وطبض الشهرين على بعض اه هو ده الدعم بالنسباب طب فين الادوات فين 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 المعسكرات فين المدربين انا مليش مدرب انا بطمره مع مدرب النادي كابتل محمد نجيب اللي هو انا طلبته في الاتحاد بمدربي الاتحاد ما جابوهش هو كان في الاتحاد مدربي برضو المعلومة برضو هو كان مدربي بعد كده حصل ان احنا هنجيب مدرب اجنبي كان اسمه اوفهون وهو الماني عايش في استراليا ده بالمناسبة هو صاحب رقم العالم القديم كان عنده مئة واربعة متر بالرمح القديم قبل ما يتعدل اه اه وكان سبب ان اسباب رئيسي نوعية الرمح يتعدل فقالوا لي ما ينفعش ليك مدربين ده يا ده فقلت لهم خلاص تمام قالوا طرح ما احنا هنتعاقد مع المدرب الاجنبي خليك مع المدرب الاجنبي قلت خلاص تمام ما فيش مشكلة وكابتن محمد نجيب اكتر واحد دعم ليه قال لي ايهاب خلاص له هو اللي هيفيدك خليك هناك وانا موجود يعني ما جابوش لا مدرب الاجنبي ولا جابو حاجة ولا معسكرات ولا اي حاجة خلاص